مجاز الأخبار من المحور أهلا بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولية كما استقبل الرئيس السيسي وزير القوات المسلحة الفرنسية وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي بأن وزير القوات المسلحة الفرنسية نقل للرئيس السيسي تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيباسيان لوكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسي وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير القوات المسلحة الفرنسي نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو مشيدا بعلاقات التعاون المتنمية بين البلدين في جميع المجالات ومعربا عن الحرص على مواصلة تعزيزها وتطويرها لسيما على صعيد التعاون العسكري وقد نقل السيد الرئيس تحياتي للرئيس الفرنسي وتم استعراض صب لدفع العلاقات المتميزة بين الدولتين أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الإقليمية وبالأخص التطورات في قطاع غزة حيث تم تأكيد أهمية تجنيب التساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة واستعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة فضلا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجنب من جانبه أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الاجتماع تناول متابعة مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية النتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف لتحسين قدرتها على الاستجابة بفعلية وكفاءة لسد الفجوة التمولية التنموية للدول النامية كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية بمشاركة القطاع الخاص لسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي وعرضت الدكتورة رانيا المشاط كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحجد التمويلات المطلوبة وأليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أوجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي بما يمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والصمود أمام أي أزمات دولية مقبلة لا سيما من خلال استحداث أليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الأليات القائمة أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات التهجير وكذا ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية مشيرا إلى أن معبر رفح مفتوح وأن ما يتردد من دعوات لا تراعي حقائق الأمور في هذا الشأن إنما تهدف لأغراض سياسية ليس لها علاقة بالبعد الإنسانية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الآيراندي ميهول مارتن عقب ختام مباحثاتهما بالقاهرة استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدا من مشايخ وعواقل شبه جزيرة سيناء بحضور الشيخ عبدالله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل والعلاقات المصرية ورئيس جمعية مجاهد سيناء وعدد من مشايخ وعواقل شبه جزيرة سيناء وأوضح المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أن القبائل والعائلات العربية مكون أساسي من مكونات المجتمع المصرية مثمنا دورهم الحيوي وتضحياتهم العظيمة التي قدمها خلال الجهود التي بزلتها الدولة المصرية في حماية أرض سيناء ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود موضحا أن هذه الجهود لم تكن تحدث لو لا دوركم الحيوية وأضاف أن الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية برئاسة المرشح الرئيس السيسي شهدت إنجازات وتنمية في جميع المجالات والقطاعات في مختلف أنحاء الجمهورية من بينها شبه جزيرة السيناء التي شهدت تطورا كبيرا وملحوظا بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومؤخرا أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة السيناء والممتدة حتى عام 2023 في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات وغيرها كما التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عددا من أعضاء الجالية من المصريين في المملكة العربية السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرانسة وأكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية أنه منذ عدة أيام تقوم الحملة بعمل اجتماعات مع المصريين في الخارج نظرا لأهمية دورهم ولحرص الحملة الشديد على الاستماع لهم مشيرا لأن القيادة السياسية تبزل جهدا واسعا للتسهيل على المصريين بالخارج من خلال إطلاق المبادرات المختلفة كما تطرق النقاش إلى كيفية إجراء التوعية اللازمة لتحفيز المواطنين على ممارسة حقوقهم الانتخابية وتنظيم انتقال المواطنين إلى مقار السفارة والقنصرية المصرية في كل من جدة والرياض توجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالشكر للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار على تبرعهم بمبلغ مئة ألف جنيه لصالح أشقائنا في غزة وذلك انطلاقا من توجيهات المرشح بتوجيه التبرعات للمؤسسات الخيرية والأهلية المصرية خصوصا مؤسسة حياة كريمة لأشقائنا في غزة وللقضية الفلسطينية استضافت وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة أعمال الدورة السابعة لللجنة التجارية المصرية البلاروسية المشتركة برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ونظيره وزير التجارة ومكافحة الاحتجار البلاروسية حيث استعرضت اللجنة عددا كبيرا من ملفات التعاون المشترك أكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة بلاروسيا على المستويين السنائية ومتعدد الأطراف وفي إطار اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسية مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الفرص والمقاومات الاستثمارية والصناعية لكل البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادي المصري والبلاروسي على حد سوى وأشار سميرا أن الاجتماعات الدورية لللجنة المشتركة تمثل آلية أساسية لتفعيل الجهود المشتركة الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين كما تستهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك وترجمت كافة المبادرات والاتفاقيات لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادي المصرية والبلاروسية على حد سوى موسيقى